موسيقى موجز الأنباء من البوابا نيوز أهلا بكم أكد الممثل التجاري الروسي في مصر نيكولاي أسلانوفا اليوم أن الحدث الأهم في التعاون الاقتصادي المصري الروسي هو توقيع عقد لتوريد 1300 عربة قطار لمصر بقيمة مليار يورو وأوضح الممثل التجاري أن هذا العقد هو أكبر عقد في تاريخ السكك الحديدية البصرية حيث يشمل مصنعا لإنتاج 200 عربة ركاب في السنة بتصنيع محلي نسبته أكثر من 60% أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون اليوم أن الحكومة اللبنانية سيتم تشكيلها قريبا وذلك بعد يوم من تأكيدات مشابهة لرئيس الوزراء المكلف صعد الحريري الذي قال إن المعيار الوحيد الذي يعتمده في تشكيل الحكومة هو أنها حكومة وثاق وطني ولم تتشكل الحكومة رغم مرور أكثر من خمسة أشهر على الانتخابات البرلمانية دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن المملكة العربية السعودية وانتقد التصرع بإدانتها في قضية اختفاء الصحفي السعودي جامال خاشقجي وحذر ترامب في مقابلة مع وكالة الأنباء الأمريكية أسوشيتت بريس من الاندفاع إلى الحكم بإدانة المملكة العربية السعودية متبنيا موقف الرياضي المطالب بضرورة الصبر حتى انتهاء التحقيقات الشفافة والعادلة ورياضيا ذكر موقع دونبالو أن محمد صلاح الذي قدم موسما رائعا مع ليفر بول سيكون نادي برشلون الإسباني محطته المقبلة من جانبها أكدت إدارة برشلون أن صلاح بديلا مناسبا للفرنسي عثمان ديمبلي وستبلغ قيمة الصفقة 150 مليون يورو حسب ما ذكر الموقع وفنيا أصدرت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي بيانا يلغي تكريم المخرج كلود ليلوش على خلفية اتهامات تتعلق بمواقف السياسية الداعمة لإسرائيل ويؤكد المهرجان على التزامه بدوره الفني والثقافي والسياسي في دعم القضايا الوطنية والانحياز لأصحاب الحق في كل مكان بالعالم نهاية الموجز دمتم في حفظ الله وأمنه اشتركوا في القناة دعا